جار سوء أصبح يملك بيت جيرانه ويتحكم به عبر وكلائه هذا وصف لحال العراق مع نظام إيران أما التفاصيل فلمجلة ناشونال أنتريست تقرير حول هذا الوصف تقول الصحيفة الأمريكية إن استراتيجية أمريكا تجاه العراق عبر السنوات عززت من قبضة إيران على العراق مرتكزة على مجموعة من الميليشيات التي تتماشى مع هدف طهران الاستراتيجي المتمثل في توسيع نفوذها في المنطقة وجعل العراق منطلقا رئيسا لهذا التوسع العراق يدفع اليوم ثمنا باهضا لدعم إيران للميليشيات حيث زادت القوات شبه العسكرية من حدة التوترات الطائفية ما تسبب في عدم الاستقرار خاصة أن هذه القوى التي تعمل خارج نطاق القانون ترتبط بانتهاكات حقوق الإنسان وتعيق النمو الاقتصادي وقد ساهمت أيضا في إخضاء البنية السياسية في العراق ولأن الحكومة في العراق مجرد هيكل فإن المحرك الأول للمشهد في البلاد بحسب الصحيفة الأمريكية هي ميليشيات إيران التي استنسخت تجربة الحرس الثوري الإيراني في التحكم بأروقة السياسة ومفاصل الاقتصاد والأجهزة القضائية وهذا أمر واضح لأمريكا التي تأخذ دور المخاصم لنظام طهران بينما تتحمل المسئولية عن تعزيز النفوذ الإيراني ضمن مفارقة مثيرة للسخرية كما تقول صحيفة National Interest مشروع إيران في العراق لم يعد يتستر بقناع المصطلحات السياسية التي تخفي وجها طائفيا واضحا وإنما أصبحت المصطلحات الطائفية تظهر للعلن في سباق محموم بين الأجنحة السياسية التي تتنافس أيها أكثر طائفية وليس من قبيل المصادفة أن يصرح مرشد إيران خامنئي بأن الولاية أعلى مقاما من النبوة تزامنا مع الضجيج السياسي بشأن يوم الغدير وكان في ذلك إعلانا صريحا بالانتماء لمشروع ولاية الفقه ترجمة نانسي قنقر